أدان سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبد العزيز الواصل قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسيرات السلمية في قطاع غزة وضفة الغربية واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل وأكد الواصل في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة البند السابع المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة أكد أن مصادقة إسرائيل على بناء الفين وسبعين وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة تدل على استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحدها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة